اهلا بحضراتكم من جديد ونرجع لمبارات بكرة الحدث الأهم والأبرز ولكلنا بنتمنى ان شاء الله ان احنا نتخطى ونوصل لدور قبل النهائي وهنتناول مباراة تحليليا نبقى مع محللنا المشرفين في الستوديو في البداية برحب بشريف سالم اهلا بيك شريف اهلا كابتن هايس ونورد المرة التانية معنا ودي حاجة جميلة الحقيقة اللي بسعد بيها حبيبي انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم اهلا بيك شريف ونرحب كمال بمحمد جمال احد محللنا الكبار الحقيقة اللي بيحلله بشكل جيد ولانا مستنى النهار ده اسمع تحليله على المباراة بكرة حالا بيك يا محمد حبيبي يا كابتن مبسوط ان انا موجود معاكم يا احمد النهار ده حبيبي يا جمال وانتوا عارفين طبعا يعني شات فيكم مجروحة وكنت اتمنى ان اللقاء ده يتم فعايزين بقى نقدم وجبة فنية دسمة الناس تبقى قاعدة كده شايف فريق الرجاء متفسص هتقدروا تفسصوا فريق الرجاء بالعيب بالمساحة طف زي الفل حالا اول نروح لانتبعتكم عن مباراة بكرة وشايفين المتش بشكل عام ازاي وفرص الاهل ان شاء الله في العبور قدية انا شايف ان الجيم بكرة ممكن يكون شوية أسهل من الجيم الاول لان انت رايح في كسبان ممكن تكون الناس شوية علقانة من ان ليه النادي الاهلي ما استغلش التارد هنا وشوية حاجات كده فان هي حصلت انا اعتقد ان الجيم بكرة هي بقى أسهل انت لما بتلاعب فرقة دايما احنا زي ما احنا بنتكلم على الكرة باستمرار ان الكرة بتبقى عبارة عن ثلاث حاجات مهمين قوي المساحة وبعد كده الوقت وبعد كده الجودة فانت دايما لما بتلاعب اي فرقة بتبقى تفكيرك كل او منهجك او انا ازاي هقدر اخلق مساحة عند الفرقة دي كان ان انا هبقى ضاغط او كان ان انا هستنى تحت فانت ما بتلاعب تيم بيلعب في ملعبه وهو خسران في مباراة الزهاب هو بيبقى جزء من المباراة هيديك مساحات انت مش هتحتاج تدور عليها فده جزء كبير لاننا دي الاهلي مميز اوي في الحتة دي فدي بالنسبة لي هتبقى اللي ممكن تسهل الجيم شوية لان انت وانت بتلاعبه في القاهرة كان عندك احساس او عندك الحالة الفنية ان انا انا ازاي هاخلق مساحة عند فرقة ازاي هاخلق مساحة عند فرقة بتلاعبني خمسة اربعة واحد ده مش هيحصل هناك من وجهة ناظرة قريدي كده كده حالة الهجوم هتديك مساحات هو اكيد انت هتبدأ تدور على المساحات لان في الاخر انت ككمية فريق انت اقوى في افريقيا حاليا وانت بطل اخر نسختين دايما اللي بينزل قدامك بيبقى عنده حتة انه انا بلعب النادي الاهلي فهي ممكن يستنى شوية ممكن يدافع شوية لكن اجمالا هو كده كده هيسيب لك شوية مساحات عشان هو رايح يهاجم لانه خسرين مباراة الزهاب والتعادل يخرجوا بره البطول فهو محتاجه يسجل هدف فهيسيب لك مساحات فدي هتسهل الجيم شوية على نادي الاهلي ازاي النادي الاهلي هيستغل المساحات دي او ازاي النادي الاهلي هيبدأ يلعب عليها وهيحط الرجاء في انهيزونس لانه انا باخد الخصم بتاعي من المساحات بتاعته بحطه في مساحات معينة في الملعب عندي انا عشان اوفر مساحات معينة انا عايز فرقة الرجاء تلعبني في مساحة معينة في التلت التاني عشان تسيب لي خط التفاعة لانهما عندهم مدافعين عندهم مشاكل كتير ازاي النادي الاهلي هيخلق المساحة دي ازاي النادي الاهلي هيدخل الجيم ده وجهة نظري الجيم هيتسهل علينا في المغرب وهيسهل علينا كمان نتيجة الفوس في القاهرة فدي كلها امور فنية أعتقد هتسهل عنا الجيم الجاي إن شاء الله شريفة محمد شايف أن المباراة هتكون أسهل من مباراة القاهرة برغم أننا قدمنا أداء جيد في مباراة القاهرة ولكن غاب عننا التوفيق ونقدر نقول حالة المهاجمين يعني ما كانتش في أحسن أحوالها يعني ما قدرتش تستغل الفرص المحققة اللي كانت على فريق الرجاء وساعده أن يتقلق أنا سيد زينيتي من وجهة نظري أنت شايف برضو أن مباراة العودة يعني بتتطفق مع الشريف ولا أنت بتختلف وشايف أن الأمر ممكن يكون أصعب من مباراة الزهاب خاصة وأن فيه جمهير هتكون متواجدة بتؤازر بشدة فريق الرجاء طيب خلينا نربط أربط سؤالك ده بتسؤالك باللي أنت قلته من شوية باللي قاله شريف اللي أنت قلته من شوية إنه إحنا راحين جيم وقلته في الإنترو إنه إحنا راحين جيم وإنه عامل الوقت هيبقى سلاحزوا حدين اللي قاله شريف إنه إنت لما بتيتتكلم على أي مباراة بتيتتكلم واحد من ضمن الثلاث عامل اللي بتتكلم عليهم هو التايم التايم اللي أنت هتشتغل عليه التايم هنا سلاحزوا حدين تقدر إنك تخلي التايم بدل ما هو بيكونتر عليك أنت وأنه هو هدف لقدر الله يجي في أي وقت يعمل لك مشكلة تقدر في ظل إن الرجاء هيبقى الجماهير هتبقى عامل ضغط عليه هو مش عامل ضغط عليك أنت عشان تقلب ده إنك تقدر تحاول أنت تسجل وسما كان بيتكلم على ده في الإنترو إن إحنا نحاول نسجل فيه الشوط الأول تحاول تضغط تخلي عامل الوقت ضد الرجاء مش ضدك مش ضد إن أنت بتحاول طول الوقت المطش ماشي صفر صفر لحد ما هم يسجلوا فمهم جدا أنت تستغل عامل الوقت ده واحد من ضمن الثلاث عامل اللي كان بيتكلم عليهم شريف الـ space والمساحات اللي إحنا بنتكلم عليها هنيجي لما نتكلم على فرقة الرجاء وهم هيشتغلوا إزاي في ظل طرد مروانة هدودي المحرك الأساسي لخط الدفاع وهم يلعبوا 3-4-3 في الخط الخلفي غياب مروانة هدودي القائب ضع خط الدفاع هل هيجب الرشيد التوصي اللي في كل مبارياته اللي فاتت لعب تمام مباريات مباراة وحيدة غير فيها الشكل و7 مباريات لعب 3-4-3 هل غيابه هيخليه غير ويعتمد على طريقة مختلفة يروح للـ 4-2-3-1 ولا يرجع للـ 3-4-3 ويفضل مصمم عليها ويغير لما نتكلم بقى لعناصر اللي دخلت معه التشكيل اللي موجود الوقت بس السؤال ده يمكن إجابته هل لي بديل هدودي هل لي بديل في الفريش هو في عودة النهيري يعني هل بيبقى لو لي بديل لي بقى مش هير يتغيير الخطة لا هو ملوش بديل سيستماتيك يعني أنا مش أغير مدافع وحط مكانه مدافع لكن النهيري واحد من ضمن اللعيبة الأوليلة جدا المغربة اللي لعبوا حتى مع منتخب المغرب للمحليين ولعب قبل كده مع الوداد بيلعب في الأربع مراكز بتوع الخط الخلف بيلعب لفت سنتر باك رايت سنتر باك باك رايت وباك لفت كمان هو مميز جدا لو لعب بتلاتة وراء لو هو اعتمد ان يدخل حد زي أسامة سكحانة وعبد الجليش بيرا يدخلهم جوة كلعيب تالت فيلعبوا تلاتة في الخط الخلفي ويدخل النهيري هو اللي يلعب زي ما غيرها في مباراة القاهرة بعد الخمسة وثلاثين دي الأولى وكنت بتناقش أنا وشريف في خصة تغيير الطريقة تحت الهوى هل هيغيرها الاربعة وثلاثة واحد زي ما غيرها وعمل التغييرها بخروج إلياس حدد لكن هو لما خرج إلياس حدد كان لسه مروانة هدهودية في الملعب فخروج مروانة هدهودية من تشكيل المباراة بسبب الطرد هيخليه اعتمد على إلياس حدد هل وجود إلياس حدد هو ده السؤال أربعة وثنين ثلاثة واحد ولا ثلاثة أربعة وثلاثة ده الشكل اللي هجاوب عليه ما كان ينهير في المعب لا بس خلي بالك وراح النهاردة باستراتيجية مختلفة الجيم اللي فات كان عايز يقفل مساحات عايز يقفل على النادي الأهل أي فرص تهدفية إنما بكر هو عايز يخلق فرص تهدفية عايز ناس تبتدي تعد الهجمة مظبوط قدام مش بس إنه يقفل المساحات ما دي النقطة اللي أنا ربطت بها التايم في البداية إنه حتى التايم طول ما هو صفر صفر طول ما هو مش حاسس إنه عنده مشكلة التايم مش بيكاونتر ضده لأنه واحد صفر في أي وقت من أوقات المباراة عشان كده قصة الاندفاع المبالغ فيه اللي الناس بتتكلم عليها في بداية المباراة ما نظنش إنه يكون مجر هو نفسه راشيد التووسي قال إن أنا مش ههاجم يعني بشكل فيه جهل وقال إن أنا هخلق حالة من التوازن وهو ده اللي يشدنا لفكرة المساحة لو وجهنا فريق الرجاء وفريق الرجاء فضل متحفز في الشوت الأول يا شريف لأن أنت اللي كنت بتتكلم عن المساحة تقدر تخلق المساحة في وجود تحفز من فريق الرجاء ولا أنت معتمد على فكرة إن المساحة لما يضغط فريق الرجاء علينا يبدأ يسيب خلف دفاعاته مساحة نقدر نستغلها تا هي المباراة هتمشي على فترات أنا مش هفضل طول المباراة قاعد في الثمنتاشر وهم عندهم مساحة في طهرون بلعب عليها ولا أنا هفضل طول الوقت بهجمة بس أنا في نقطة مهم عايز أقولها وهي بخصوص رشيد التوصي الحقيقة رشيد التوصي لما جيه القاهرة هو بدأ الجيم إزاي هو بدأ الجيم بهاي بريشر من الثانية الأولى من الثانية الأولى بيضغط عن نادي الأهلي من فوق وده بالنسبة لي كان ريسك فني غريب جدا لأنه أنت المفروض لما بتلعب أول حاجة بتحدد إمكانيات المنافس تاني حاجة بتحدد إمكانياتك وعلى أساس الاتنين دور بتحدد الإستراتيجي انت كفرقة الرجاء آه ممكن تكون أنت عندك إحساس أن أنا عملت دور مجموعات كويس لكن نوعية الفرقة اللي أنت كنت بتلعبها مختلفة عن نوعية النادي الأهلي بالزبط الجودة مختلفة تماما وجودة فرقة الرجاء كمان مختلفة يعني ممكن نقول أنه عندهم لعيبة خبرات أنا موافق على الفكرة دي لكن عندهم لعيبة كويسة لا أنا مش موافق على الفكرة دي تماما لعيبة الرجاء كلها لعيبة مديوكورز لعيبة مفيش لعيب فيهم نجم حتى النجوم اللي فيهم بنتكلم على النهيري بنتكلم على محسن متولي بنتكلم على حميد أحداد حميد أحداد يمكن أصغرهم في السن شوية لكن محسن متولي 36 سنة النهيري 31 سنة رعبة سنهم كبير فهو راهن على حاجة بالنسبة لي كانت ريسك كبير بعد كده لمدة 35 دقيقة هو حاسس انه أنا هو مش قادر يسيطر على أي حاجة في الملعب لا قادر يسيطر هجوميا ولا قادر يسيطر دفاعيا فعمل ايه؟ عمل التغييره بتاعت إلياس حداد بنجوم زود نجومه في قلب الملعب وده ساعده شوية في عملية الضغط بس الأغرب من كده الحقيقة انه هو فضل ضغط عالي برضو أنا بالنسبة لي ممكن يكون الجيم اللي فات هو درس ان انت كمدير فني تعرف تبدأ المباراة كويس وتنهيها كويس الكلام على ميستر موسيماني انت ازاي بدأت وازاي نهيت لكن الحقيقة ان انت كنت فنيان مكتسح الملعب وده حقيقة فنية كان على المستوى الرقمي او حتى بالعين المجردة وانت بتتفرغ عرضنا الإحسائيات قبل ما تدخل مش عارف شوفتها ولا لا يعني 25 محاولة على المرمى منهم 11 انتارجت منهم 20 تزديدة من داخل منطقة الجزاء يعني انت قادر تلعب في منطقة جزاءهم المباراة المضايق بس الغريب ان هم عملوا محاولتين جابوا جول يعني محاولتين فقط انت بتحبتني ليه انا اصدى اقول انه كان في توفيق يعني ان كل الارقام شئ والتوفيق شئ تامي يعني ممكن تعمل هجمة تجيب جول الاحسائيات تاني معنا يعني محاولتين بس على المرمى ناحية الرضاء منهم او معامل ست محاولات اتنين انتارجت واحدة دخلت دون حداشر الاثنين احنا حداشر جبنا منها هدفين وهما يعني بنسبت مثلا نقول 50% هما واحنا تقريبا نسبتنا ممكن تكون 20% فهي الفكرة ان الحقيقة انه كان فيه توفيق وفيه اكتر من كرة كان ممكن تتسجل يعني النادي الاهلي كان يقدر يسجل الاهداف دي وسجلها قبل كده فالبدأ الشوت التاني هو ده اللي انا كنت متوقع ان الراجل هينزل ويبدأ يرجع للحالة الطبيعية بتاعت ان انا انا خلاص بلعف الكهورة واثنين واحد وانزل اقفل الجيب لا الراجل نزل ضغط حالي تاني على النادي الاهلي تاني افسر ده بايه افسر ده انه فيه حالة غرور شوية والحقيقة فيه حالة تانية ممكن انا ممكن اكون انا شايفة ممكن تكون غلط وممكن تكون صح هي فكرة البعد عن الملعب رشيد التوسي بقاله اكتر من سنتين ونصف داخل في ثلاث سنين بعيد تماما عن الخط فممكن يكون البعد عن الملعب فترة سنتين ونصف ثلاث سنين بدون تدريب ده ممكن تكون شوية بس ده ممكن تعوضها بالمتابعة يعني انت بتابع جايد بتشوف القريب من اللعيبة قريب من الفرق انا كراجل مدرب كوتشنج الخط مختلف تماما عن التلفزيون ومختلف تماما عن ان انت بتعود تحل اداء فممكن ده الكيس فانا وجهة نظري ان الحالة السيكولوجية اللي فيها رشيد التوسي هتكمل واجهة نظري هتكمل معاه في مبارات العودة لان كمان في مبارات القاهرة هنا في المؤتمر قال كلام بالنسبة لي انا انديكيشن مهم قوي ان انا انا هنلعب جمهور الاهلي وهو جمهور قوي بس الجحيم الحقيقي في المغرب فكمان الحالة بتاعت الجمهور مدياله احساس ان احنا لقد احنا بنلعب ملعبنا وجمهورنا قوي وكذا وكذا انه ورد على الجملة دي قال لك حداشر الله السيكولوجيا بقى بتاعت الرشيد التوسي بالنسبة لي ان هو عنده الاحساس ده ان هو هنا اللي انت قلته بقى خلينا يعني اعقب على كلامك انت ازاي عايز تاخد الكرة لملعب الجمهور وازاي جاي بتلعب بامكنات لعبيك اللي انت عارف انه فنيا بعيد عن الاهلي اللي هاي بريشر اللي انت عملته والرزق الكبير اللي انت خدته قدام الاهلي عشان تكون الامور معنا والمشاهد يكون معنا احنا محتاجين نستعرض ده بالصورة عشان تكون الامور واضحة فلو عندنا حالات محمد جمال يستعرض لنا نقاط الضعف في فريق الرجاء من خلال مباراة الاهلي والرجاء اللي تلعبت على ملعب الاهلي والسلام ونقاط القوة عشان احنا برضو مهم اننا نشوف الفريق اللي احنا بنواجهه قادر يهددنا من اي جانب وايه المميزات اللي عنده وعند العبيد طيب خلينا نبدأ بعض الحالات اللي بنتكلم فيها على المساحة بماننا بدأنا الحلقة على المساحة قادر النادي الاهلي وده دايما اللي بنتكلم عليه الكوتشينج ناجح بيتسو موسماني المباراة الاخيرة مباراة القائرة خلص اتنين واحد انه قادر انه ازاي يشتغل على الاسبيس فرقة بتلعب بتلاتة في الخط الخلفي واللي اتنين الوينج باكس بتوعهم بيرجعوا يقفلوا ازاي قادر يشتغل على الاسبيس خاصة الاسبيس اللي هتلعب المميز قوي عندهم عبدالالله مدكور الباكرايت ادري ازاي انه هو يعمل ده ويوظف ده بكورة واثنين وثلاثة واربعة سبع مرات الشوت الاولاني بقدر اخترق من نفس الناحية ناحية باعتمد على عمر السولية في الباس اللي بتحط في الاسبيس المساحة وخلق المساحة على الرغم انه بدأ المباراة بتلاتة عمل الزيادة العددية لو بصينا على الحالة اللي موجودة معنا هلاقي ان عمر السولية بياخد الباس التحرك بتاع بيرسي تو والسويتشات اللي كان بتعمل السويتشات العظيمة اللي كان بتعمل السويت الاولاني للنادي الاهلي هلاقي انه الاختراق دايما في ظهر الاسبيس بتاعت عبدالله مذكور ومش بس ان انا كنت بعمل الاختراق من الناحية دي لا دايما كان التحرك بتاع الجناح العكسي اللي هو حسين الشحيات بيتحرك من ناحية اليمين في ظهر اسامة سوكحان اللعيب الباكليفت او الونجي باك اللي بيلعب باحة الشمال فان ازاي قدر تفرغ الاسبيس اللي في ظهر الاثنين الرايت والليفت دي واحدة من اهم النقط وبالمناسبة الكرة دي كانت واحدة من ضمن الحالات نفس الباص عمر السولية في نفس الاسبيس اللي تحسب التسلل وهي مش تسلل تحسب التسلل في المباراة ويا ما كانتش تسلل حاكم حتى مداش وتن سي يعني اوه ساب اد اده رفع رفع الراية حتى كنا في الملعب الناس تغربت جدا لانه متغطي بثنين العيب احنا لو بصنا على اخر العيب في الملعب ناحية الشمال ده مغطي انا مش عايزة بص على الحكم الحكم واقف مع المهاجم ماشي مع المهاجم المفروض الحكم المساعد يمشي مع اخر مدافع هو ماشي مع مهاجم الاهل لا ده هو لا مع مهاجم الاهلي ولا مع المدافع هو رفع الراية كده بالبركات هو حس هو حس بس هو وقف غلط خد قرار غلط طبيعي قبل بنعدي بس الحيطة دي اصل مشكلة في نقطة انتك حمل راية على الاهل لو انت مش متأكد من قرارك سيب الكرة تكمل والفار لو دخل الجول هيراجعك لكن خلينا نرجع لحالات دي حالة مهمة جدا وبنتكلم وقتها كان في غياب لعلي معلول وبنقول دايما نتجابها اليسرى الاخطر قدرنا نستغل ده خلف عبدالله مفتور عندك حالات تانية في الجانب ده في نفس الجانب ده في حالة تانية الكرة بتاعة محمد شريف كرة دي اللي هتنتهي نعد نجيب الاساسة بعدها هيستيلم بيرسيتاو هيحط العيبة محمد شريف العيبة محمد شريف هو لو اعتنى بها وخلينا نستخدم لفظ اعتنى بها لو اعتنى بها وحطها في اي زاوية هي جول في اي زاوية الكرة قريبة جدا هي ممكن جايله واطية شوية؟ هي جايله وجايله على عدلته لأنه رايح عريها من بدري وهم واضح تماما طالما فيه باترن وطالما فيه نمط ان فيه شغل من ناحية الشمال فانا كمهاجم دايما بتحرك وده اللي احنا اتكلمنا عليه ان التحركات ده كان بريباريشن واضح جدا وبريباريشن جايد من بيتسو مسماني قبل المباراة ازاي استغلت ناحية الشمال؟ فانت مش متفاجئ بعبور الكرة محمد شريف خلينا اقول لك هنا ان محمد شريف تعامل معها معاملة مش معاملة الهدرد ليه بقى؟ لان طبعا انتوا قادرة مني بالقصة دي تأكيد يعني ولكن الكرة لما يكون جايله العرضية قوية انا دوري ان انا اوجه لكن لما يكون جايله بلونة بالشكل ده لازم ان انا احطها في الارض عشان ازدها قوة وتحديدا كمان في زاوية من الزاوية اللي عامل محمد شريف غير كل ده خالص لعبها بمنتهى الهدوء واعتمد على ان هو يديها قوة مباشرة وطبعا تعمل معها الزنيتي بشكل انا بشوف ان الكرة دي كانت احد الاسباب اللي منحة انس الزنيتي سكة كبيرة جدا كنا نقدر نقتل المباراة بالهدف ده بتاع محمد شريف لان احنا كنا مكملين هم مش قادرين يقفلوا عملناها مرة زي ما قلنا سبع مرات الشوت الاولاني منهم اربع او خمس كرات خطورين جي منهم الهدفين فكان مهم جدا جدا احنا نسجل خلاص اللي حصل حصل في مباراة القاهرة لكن خلينا اكد تاني ان الاسباب دي هي مرتبطة بجودة الافراد مش بس 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 طبعا طبعا مش مرتبطة باسلوب اللعب لانه الوقفة اللي بيقفها لعيبة الرجاء الريباوند او الرجوع من الحالة الهجومية لما بيفقد الرجاء الكورة لعيبة الرجاء مميزين جدا ودي لما نجي نتكلم على مميزات الرجاء هنتكلم عليها مميزين جدا وملعب اطوال معدلات الاطوال مية تمانية وتمانين سنتي في التلاتة اللي كانوا بيعوا في الخط الخلفي طبعا غياب مروان هدودي بسبب التلاتة لكن معا كمان جمال حركاس وإلياس حداد التلاتة بس ده مش صعب علي يعني لما يبقى عندي فرقة الباكات بتوعهم او خط الظهر الخط الخلفي يعني أباب ال 1.5 سنتيمتر ده يعني أطوال ده بسكت لعبة بسكت ما هو فده بيصعب عليك الكورة العرضية يعني كورة زي دي كورة العرضية اللي حصلت لشيف دي عادت إزاي لما هو الأطوال كده ما هو ده بقى جاي من العيب بتاع الطول الطول ده إلا لعيبة قليلة جدا اللي بيبقى عنده الطول مقترن بالرشاق معدل الرشاق ومعدلات الحركة في الريباوند في الرجوع والتمركز الصحيح عند لعيبة الرجاء قليل جدا وده اللي بيعمل لهم المشاكل بعد كده لما انت اعتمدت على التحركات دي قدرت ان انت في مبارزة دي في معدلات الأطوال دي قدرت ان انت تطلع 13 لما نتكلم على الريل وونز وهم دي راس مالهم أو الكرات السبتة أو الكرات الهوائية في الالتحامات حتى احنا طلعين 13 وهم 12 حتى في نقطة ميزيتهم الوحيدة اللي موجودة عند فرقة الرجاء فالرجوع والريباوند عندهم بطيء جدا خاصة في السلاس الخلفي يمكن أفضلهم مروانة دودي رغم انه اطوالهم لان السناء اللي كانوا موجودين حتى استمر بعد كده عندهم نفس المشاكل ونفس الاسبتة فده اللي بيأكد ونقطة اللي قالها شريف نقطة بالك جدا اللي انا هقرنها بكلمة تانية هو قال شوية غرور كاراوي من رشيد التوصي انه يجي يعمل هاي براشر على النادي الاهلي فخليني اقولك انها سزاجة فنية منه انه يجي يعمل كده على النادي الاهلي حتى لو عملوا في موراة مركب محمد الخامس او موراة على ملعب الرجاء هتبقى استزاجة فنية انه يعمل هاي براشر على النادي الاهلي بالمعدلات الحركية اللي موجودة عند خط الدفاع بالكامل سويا الثلاثة اللي موجود او حتى الارتداد الريباوند بتاع الاثنين عبدالله مادكور او اسامة سكحان انا عايز ان هو يفضل عنده نفس الطاقة وعنده نفس الغرور الكروي او ثقة في اداء لعبيه ويلعب بنفس الطريقة دي طبعا كانت يعني البعض ممكن يسأل شريف طب دي كانت ثغرات او نقاط ضعف في مباراة الاهلي والرجاء بتلعب منافس قوي اللي هو النادي الاهلي جودة لعبة النادي الاهلي بتفرق معك طيب فريق الرجاء هل ظهرت النقاط الضعف دي فقط لما ظهرت جودة النادي الاهلي ولا حتى مع جودة لعبين مختلفة مش عايز اقول اقل بكتير من جودة لعب النادي الاهلي كان برضو عنده نقاط ضعف وعنده نفس الثغرات في المناطق الدفاعية دي بالنسبة لي اهم نقطة ان احنا لما هنيجي نتكلم على ميزة او هنيجي نتكلم على عيب احنا هنتكلم على حاجة بتحصل باستمرار عشان جيب حاجة استثنائية ونقول إنه ميزة او نجيب حاجة استثنائية ونقول إنه عشان كده بالنسبة لي لو احنا استعرضنا لحاليات اللي من الدوري ونبدأ نشوف المشاكل اللي موجودة عند فرقة الرجاء هل المشاكل دي هي اللي حصلت في مواطش النادي الاهلي او طبعا مع كل الكامل الاحترام والتأدير لكل الشغل الفني اللي وازلوا لعيب تنادي الأهل يوبيت سمو سماني في خلق المساحات دي لكن في النهاية أنا لما بخلق مساحات معينة فيها مشاكل عند الخصم بخلق المساحات اللي فيها مشاكل عند الخصم اللي أنا رحت رجعت لها وقلت إن أنا الفرقة دي عندها المشاكل دي عشان أنا حللتها في موتشوط الدوري وعرفت إن هي عندها مشاكل فلو جبنا الحالات معنا دلوقتي نستعرض حالات اللي هي طالبة شريف عشان برضو نشوف الحالات إحنا معنا حالات تريق الرضاء معنا حالات هجومية ومعنا حالات دفاعية الفايل اللي فيه الحالات الدفاعية نبدأ نستعرض بقى من موتشوط الدوري ونشوف المشاكل دي لأن فيه جوز إيه المشاكل ليها جوز إيه الجوز الأول هي مشكلة الأفراد جودة الفرد نفسه وهي دي الحقيقة أنا مستغرب أو يمكن مش مستغرب يعني مستغرب من فكرة إن فيه ناس بتقول إن مروانا هدهود مدافع كويس أنا بشوف إنه حقيقة واحد من أقل المدافعين في التمل فرق اللي موجودة هو مروانا هدود العيبة عنده شكل كتير جداً في التغطية الكرة اللي إحنا كنا بنكلم عليها بتاعة الأوف سايت مروانا هدود هو اللي مغطي برجله الكرة بتاعة الجول الثاني مروانا الهدود اللي مغطي في الكرة بتاعة حسين الشحات بكرة التارد تعامل غريب يعني تعامل خماسي العيبة بتلعب مع بعض خماسي مش مش العيبة بتلعب على الليفل الكمبيتيشن ده قبل ما نعرض الحالات عشان بس فيه تغطية وفيه لايف معنا من الأهل في الجزيرة ننتظر لك طبعا هنرى هذه الحالات على طول بعد ما نطلع نشوف مرسلتنا وزملتنا نورهان طمان واللقاء مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجان العالية بالنادي الأهلي أهلا بك يا نورهان وكل سنة ونطيبين وكانت حفلة رائعة في الجزيرة أهلا بك يا كابتن هيسم وأهلا يا أحمد وأهلا بدوفكم الكرام احنا طبعا هنا في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة وتغطية خاصة لدورة الرمضانية لعائلة الأهلي يمكن طبعا أجواء رمضانية رائعة هنا في مقر النادي وطبعا زي ما انتوا شايفين أو سمعين ورانا مراسم تسليم الجوائز وزي ما قلت يا كابتن هيسم معنا كابتن وليد مبروك يعني رئيس اللجنة العليا للجان ولكن قبل ما نروح لوليد خلينا نقول لكم شوية أخبار عن البطولة أو الدورة الرمضانية موليد 91 فيما فوق يعني كان حصل حازم صلاح على أفضل حارس وأفضل لاعب لاعب تامر محمد والهداف كان لاعب طارق علي أما بقى المراكز الأولى فكان فريق 74 والمركز الثاني فريق الفانيلا الحمرة والمركز الثالث فريق الصفوة كمان خلينا نقول لكم أنه موليد 91 لـ 2001 حصل على المركز الأول فريق الأسطورة والمركز الثاني فريق توفيق وفي المركز الثالث فريق شربين وأما بقى الجوائز فحصل أفضل حارس أيمن محمد على لقب أفضل حارس وأفضل لاعب عمر مصطفى والهداف كان محمد صلاح كمان نروح لموليد 2002 لـ 2006 المركز الأول المارد الأحمر والمركز الثاني فريق كيمو والمركز الثالث جانرز يمكن طبعا اللجنة المنظمة البطولة قررت حجب تسليم الجوائز للمركز الأول والثاني في طبعا 2002-2006 للسلوك كمان خلينا نقول لكم أنه أحسن لاعب هو سيف ياسر والهداف علي كريم وأحسن حارس سعد أما بقى موليد 2007-2010 فكان جي فريق المركز الأول زعزع والمركز الثاني الفريق العالمي والمركز الثالث فريق 5 ستورز كمان أحسن لاعب حصل على اللقب إسماعيل محمود زعزع والهداف إياد ناصر وأحسن حارس آدم نادر معنا طبعا وليد دامابروك رئيس اللجنة العليا للجان بنبارك لك يا وليد على البطولة وعلى التنظيم الرائي وعلى طول مشرفنا وبتسعيدنا يا ربنا خليك كل سنون طيبين الأول أنا مش عارف أنا مين معنا في الستوديو بس كل سنون طيبين وبشرف بالموجودين أحمد أسامة وكابتن هيسم سعيد كل سنون طيبين طبعا يعني ده تقليد معتاد في النادي الأهلي بقى لنا 4-5 سنين دورة عائلة الأهلي الرمضانية زي ما بنحب نقول كده بينظمها لجنة الشباب دايما في النادي الأهلي ده تقليد بقى له 4-5 سنين يمكن الكورونا وقفتنا سنتين الحمد لله سنة دي رجعنا النظم تاني لجنة الشباب بتقوم بالدور على أكمل وجه هي إحنا زي ما بنقول دايما في النادي الأهلي بنحب من خلال اللجان نعد كوادر ونخلق شباب صغير يتولى المسؤولية قدام بياخدوا الدور ده وبينفزوا التنظيم والترتيبات وكل حاجة بيعملوها هم من ايه تزيد طبعا بمساعدة الإدارة التنفيذية العلاقات العامة وإدارة الأمن والخدمات في النادي بيعملوا معنا دور جبار بشكر مجلس الإدارة بكابت المحمود الخطيب على أنه بيدينا الثقة دي كل مرة وبديها لجنة الشباب احنا بنتديهم كل حاجة وبنقف جبهم نعملهم صبورت هم ما شاء الله عليهم دايما بيبهروننا يعني شباب النادي الأهلي دايما بيبهرنا وأنا دايما أقول يا بخت النادي الأهلي شبابه دول كنزة حقيقي موجودة في النادي قدام هنعرف قيمتهم ونعرف نقدرهم يعني إن شاء الله وليد طبعا كان فيه أعضاء مجلس الإدارة متواجدين بيتابعوا البطولة باهتمام طبعا المهندس خيرد مرتجي والمهندس طارق أنديل ومية عاطف كان فيه اهتمام كبير من جانب مجلس الإدارة زي ما قلت وتحقيقا لسلوجن عائلة الأهلي دايما نحن بنشوف عائلة الأهلي في كل حاجة يعني أنت تعليقك على وجود أعضاء مجلس الإدارة حتى في الصالة والله أنت والله خاصي الكلام إحنا عائلة الأهلي مجلس إدارة بقى عضاء إدارة تنفيذية جماهير إحنا عائلة هو مجلس إدارة النادي الأهلي دايما عنده روح مختلفة شوية عن أي حتة تانية اللي هي روح الفينيلا الحمرة دايما إحنا فيها بيننا وبين بعض حالة ألفة وتكاتف وكلنا أسرة واحدة حتلاقينا مترابين في النادي منه إحنا زيارين عارفين بعض رئيس النادي عارف الأطفال وعارف الكبار وكل الناس دايما بتتعامل عنها في ألنا أسرة واحدة والناس عايزة تطلع تروح تصلي وكده ففي بعض فضل يمشي لما الوقت تأخر لكن الحمد لله كان معنا خالد مرتجي مع حفظ الألقاب وطارق ومي وإن شاء الله السنة جايبة معنا المجلس كله وتبقى دورة أنجح وأفضل من كده بكتير شكرك جدا يا وليد ومبروك على التنظيم الرائع شكرا طبعا لسه مستمرين معاكم واللقاءات ومعانا علي كريم هدايا في 2002-2006 بنرحب بك يا علي عشيش في قناة النادي الأهلي ومبروك أص naturally قل لي بقى جبت كم جول جبت 9 تجوان طيب الاجواء بقى أحكيلي أنت استعددت إزاي للبطولة طبعا هي دورة الألفت مختلفة خالص يعني بتعامل كل سنة للعضاء بتحبها جدا استعددت إزاي للبطولة وكيه كيه أنا وصحبي كلنا بنلعب مع بعض من زمن الدور دي وخدناها كتير قبل كده بس كلنا بنستناهي كل رمضان الحمد لله يعني هل تهدي الجائزة دي لمين يعني لم يفرقتي والله هم اللي خلالنا جيبت 9 إجوان يعني طبعا فكان كده هم أول ناس أولى بالجائزة دي يعني شكرا جدا يا علي ونورتنا عشان شكالات النادي شكرا جدا ده كان لقاء طبعا أو لقاءاتنا هنا من الصالة المغطافة النادي الأهلي شكرا لك جدا يا كابتن حيسم وعودة مرة أخرى إلى الستوديو نرهان تامان زملتنا من صالة الأمير عبدالله الفصل ودورة الرمضان دورة رمضانية لعائلة الأهلي أشكرك شكرا جزيرا وزي ما تبعنا إحنا دائما بنحط حضراتكم في الأجواء بشكل كبير وخلنا نرجع بقى مباراة بكرة ونرجع لتحليلنا يمكن كنا بنتكلم قبل فاصل يا شريف عن الحالات اللي معاك والحالات الهجومية وخلق المساحات والمشاكل الدفاعية عن المشاهدين نتفضل اه هي إحنا كنا بنتكلم على فكرة أننا هل مشاكل الدفاعية اللي كانت موجودة عند فرقة الرجاء في مباراة الكاهرة قدام الأهلي ليه علاقة بس بجودة النادي الأهلي والطريقة اللي قدر بها يلاقي المساحات دي ويخلق المساحات دي عند فرقة الرجاء ولا أصلا دي مشكلة موجودة متعلقة بفريق الرجاء نفس بالزبط على مستوى على مستويين على مستوى المنظومة الدفاعية أولا وعلى مستوى جودة الأفراد لازم نناقش جودة الأفراد أكتر من منظومة الدفاعية لأن الرجاء على مدار الأربع خمس ستة شهور اللي فاتوا غير ثلاثة مدربين فالمنظومة الدفاعية ممكن يكون فيها مشاكل لكن الحقيقة حل المشاكل دي صعب الدنيا شوية لأن جودة الأفراد قليلة فإحنا لو رحنا للحالات وتفرجنا عليها هنلاقي أن الرجاء بيعاني من نفس المشاكل تقريبا اللي كان بيعاني منها قدام النادي الأهلي هنا احنا بنتكلم على دي بس الأول دي فأني مباراة دي مبارايات مختلفة من مشاكلات الدوري أعتقد ده أر اس بي ده تقريبا نهضة بركاية ممتاز نهضة بركاية هنا بنتكلم على مشكلة الترنات اللي موجودة والمشكلة التانية هي الغفلات الدفاعية اللي موجودة عند الاثنين مدافعين المدافع الأول ده مروان الهدود نروح للصورة اللي بعدها النقطة دي مهمة جدا وتقررت في ماتش السوبر الحقيقة وهي أناس الزنيتي أناس الزنيتي من الحراس اللي نادرا لما بيمسك الكرة على مرة واحدة يعني نادرا دايما بيكون عنده مشكلة في الرياكشن بتاعه أو الريفلاكس بتاعه في النهو دايما بيخسر الكرة التانية وإحنا سجلنا في مباراة السوبر بالطريقة دي والجول ده بالطريقة دي وهنستعرض كمان أهداف مع المشاكل الدفاعية للإذنيتي نفس المشكلة المشكلة التانية اللي كان دكتور محمد جمال بيتكلم عنها وهي الغفلة الدفاعية العامة في التغطية بتاعت التسلف طبعا الراجل الراجل نايم اللي على الشمال الخالص ده اللي عليه الهاي لايت هوا مغطي الحالة الهجومية كل لها كل المهاجمين بتاع نهو البركان مغطيهم مغطي تقريبا كل المهاجمين الصورة اللي بعدها الراجل طبعا هيستلم لوحده تماما ويسجل وتمام ما فيش أي مشاكل نروح للصور اللي بعدها هنا برضو بنتكلم على مشكلة الترنات لو نفتكر هدف محمد شريب في مباراة السوبر إزاي رقص على بر مرهان آسف عبدالله المذكور والمشكلة دي موجودة عند إلياس حداد وموجودة عند مرهان هادهود اللي خلاص مش هيلعب المباراة بتاعت بكرة لكن احنا بنتكلم على المشاكل يعني ترنات يعني اللاعب دايما لما بيضغط بيكون وقف على رجل بيكون وقف على كعب رجله والرجل التاني وقف على مشت رجله فاللي على مشت رجله دي هي دايما بتبقى رجل الحركة فاللعيبة اللي عندها الأطوال زي مرهان هادهود ويمكن اللي موجود شوية عند جمال حركاس اللعيبة دي لما بتيجت تترن على الرجل اللي واقف عليها اللي هي الرجل السابتة بيبقى عندها مشكلة المشكلة دي مش بس ما إليها علاقة بالأطوال ممكن تكون لها علاقة بالفيزيك بتاع اللاعب فمثلاً عبدالله مكور عنده المشكلة دي وظهرت قوي في الكرة بتاعة عبدالقادر اللي رقص مرتين تلاتة الرجل في التلات مرات وقف على كعاب رجله وآخر مرة كان لازم تنتهي بهدف بس هي التوفيق وعدم التوفيق لكن المرة التالتة لها علاقة بالطول وبالفيزيك بتاع اللاعب فموجودة عند مران هادهود بس خلاص احنا بنتكلم على مران دا من ضمن المشاكل لكن خلاص هو مش رعب المباراة الجاية وسحنا بنتكلم على الدفاع عموما فالحالات دي متكررة وهي دي اللي احنا نقدر نبني عليها المباراة الجاية وننوح لنقطة مهمة وهي فكرة أنا بزلت مجهود قد إيه عشان أخلق المساحات دي أنا بزلت مجهود كبير عشان أخلق المساحات دي في أن أنا كنت بنقل الكرة في قلب الملعب بعمل الروتيشن البتاعي في قلب الملعب في أن أنا زي بحرك الكرة من الاتنين البكات بتوعي قلب الملعب إن كان أليو ديانج أو عامر السلية بعد كده ببدأ أعمل الحركة الديناميكية اللي كانت بتحصل إن إحنا الحقيقة كنا في المباراة دي بنلعب بشكل تكتيكي هجومي مختلف شوية وهي فكرة إن إحنا كنا بنلعب بأثنين مهاجمين كنا بنلعب بمحمد شريف وكنا بنلعب ببيرستاو ببيرستاو في المباراة دي ما كانش بيلعب لعيب جناح على اليمين أو الشمال وكمان كنا بنعمل حركة ديناميكية مهمة جدا وهي فكرة إن كان إحنا بنلعب تقريبا من غير بلاي ميكر فكان عبدالقادر وحسين الشحات الاتنين كانوا يدخلوا يقدوا الدور ده عشان كده هنقل كل أو معظم الهجمات اللي إحنا رحنا بيها على فرقة الرجاء هتلاقيها مصنوعة من عند حسين الشحات فقبل ما لعب اللي كان مين اللي أصلا في الجيم ده بيلعب جناح يمين وسجل من الجناح اليمين الهدف التاني فالديناميكية دي كانت مهمة قوي إن إحنا بنعمل خلخلة في الدفاع بتاع الرجاء وبعد كده بنبدأ نتحر الأسيست بتاع الجول التاني بيرسي تاو هو اللي رايح جناح شمال بعد ما تلعبت له من محمد شريف راح من الجناح الشمال صنع الكرة تحت محمد شريف الأولى اللي كانت ملعباله من عمرو السلاي والكرة تحت محمد شريف التانية اللي صنع منها حسين الشحات وفيه كرة تالتة نفس الكلام بردو نزل محمد شريف وقطع في نص الملعب دي كانت أعتقد اللي هي بتاعت الترئيسة بتاعت عبدالله المذكور دي برضو محمد شريف قطع من قلب الملعب وطلع أحمد عبدالقادر فهنلاقي إن حتى الجناح الشمال راح فيه بيرسي تاو مرتين تلاتة لنا ما نتكلمش عن النادي الأهلي وتريد لا إحنا مش بنتكلم عن حالة الهجومية إحنا بنتكلم على المشاكل ليه حصلت المشاكل دي في الدفاع ده لأن المشاكل اللي موجودة في الدفاع ده اشتغلنا عليها بالشكل ده فأنا وجهة نظر إن الجيم الجاي هو أنت هتبقى آه محتاج تبزل مجهود طبعا كنادي أهلي إن أنت هتبقى مسيطر ومسك كورة عشان تخلق المساحات دي لكن الجزء الأهم بالنسبة لي هي إن فرقة الرجاء هتخلق لك المساحات دي ولو حتى بنسبة 50-50 لأنه هايطلع فوق عشان يهجمك ويسيب لك المساحات دي وجهة نظر إن إحنا إن شاء الله بإذن الله مع المشاكل اللي موجودة دي مع كمان وجهة نظر الغرور اللي موجودة عند رشيد التوصي في إحساس إن هو أنا قادر أكسب النادي الأهلي وقدام جمهوري وكذا أنا شايف إن الجيم هيتسهل علينا وأعتقد إن إحنا إن شاء الله في حاجة أنا بتفائل بيها جدا دايما عندنا الهدف اللي بنسجله في أول ربع ساعة بتاع سانداونس بتاع الزهاب أنا حاس إن إحنا إن شاء الله الجلد هتبقى بس خلينا بس قبل ما نروح ونكمل العزرب أرضو أعرف رأي محمد في القوة العرضية خاصة يعني يمكن الأطوال دي والمساحات الموجودة بس خليت على الفاصل عزيزي المشاهدين نطلع على الفاصل خليكم معنا عندنا كلام نقوله على المباراة بكرة إن شاء الله نتمنى فيها الفوز لنادي الأهلي ولكن بعد الفاصل أهلا بحراتكم من جديد وما زلنا مستمرين في حلقة فنية خاصة زي ما بنقول كده بنفسص فريق الرجاء كنا بنتكلم قبل الفاصل مع كابتن شريف سالم وكابتن محمد جمال وتكلموا بوضوح على نقاط الضعف فريق الرجاء البيضاء والمغربي اللي هي مش مرتبطة بقوة أو جودة لعبي النادي الأهلي مشاكل على المستوى الفردي في الدفاعات ومشاكل على مستوى التنظيم الدفاعي برغم تغيير أكتر من مدير فني الفترة الأخيرة ولكن تبقى هي نفس المشاكل أمام جميع المنافسين الصراع بكرة هيكون صراع استحواز وصراع خلق مساحة هل هيكون رشيد التوسي هيلعب ضغط عالي زي ما حصل في مباراة الأهلي والرجاء في مباراة في ملعب الأهلي والسلام ولا هيبدأ يلعب بتحفظ طبعا لتصرحاته ده اللي هنشوفه ولكن بإذن الله ندل أهلي القادر في الحالتين أنه هو يستغل نقاط الضعف ويقدر أنه هو يخلق المساحة والوقت وعندنا الجودة يتبقى فقط عامل التوفيق يتبقى أيضا نقاط القوة ما احنا بنلعب فريق أيضا قدر أنه يحقق 15 نقطة في دور المجموعات فريق له تاريخ حق الكنفترالية لعب معنا بطولة السوبر الأفريقي عنده جمهير كبيرة جدا بتؤذره فبالتأكيد هنحط أيضا سبوت على نقاط القوة أنت من وجهة نظرك يا جيمي شايف نقاط القوة إيه؟ فرقة الرجاء بتشتغل بطريقتين دايما خلال مسيرته بال15 نقطة اللي خدهم في دور المجموعات أو مسيرته أنه قدر يقلص الفرق في قمة الدور المغربي ويقرب جدا من الوداد والفرق بقى ثلاث نقاط بس بعد ما كانوا 12 نقطة في منتصف الدور المغربي ألا أنه فرقة الرجاء محفوظة تماما على صعيد الهجومي بتشتغل بنفس الطريقة نفس السيستم النمط عندهم واحد بيتكرر سواء في النقطة طيب سواء في الست بيسز أو في الكرات السابت اللي هنتكلم عليها بعدين اللي هنتكلم عليه دلوقتي هي الست بلاي أو الكرات المتحركة بيشتغلوا إزاي؟ بيشتغلوا أن هم بيحاولوا قدر الإمكان أن هم يجمعوا اللعب ويعملوا البلتريشن من ناحية اليمين بتاعة الرجاء الشمال بتاعة النادي الأهلي أو المنافس أو المنافس أيا كان مين المنافس بيشتغلوا من ناحية اليمين بتاعتهم اللي دايما بيقى موجود فيها أو تجميع اللعب بيقى محسن متولي وعبدالإله مدكور دي الجبهة لناحية اليمين بيخش يعمل البلتريشن معاهم حميد أحداد علشان يقدر أنه يخترق من المنطقة دي إيه اللي خلى حميد أحداد ماشي بشكل جيد مع الرجاء هي الفلسفة دي أو الجزئية دي إنه حميد أحداد كان بيلعب في فريقه السابق نادي الزمالك في ناحية اليمين لما بترى يشتغل مع الرجاء كمهاجم بترى تقل الجودة شوية لكنه هو بيلعب في الهف سبيس ما بين الاتنين ما بين إنه هو جناح وما بين إنه هو مهاجم فبيشتغل على تجميع اللعب ناحية اليمين البنتريشن يكون من ناحية اليمين عشان يقدروا يخترقوا وفي بعض الأحيان على الفريق المنافس لو كانت الجودة قليلا بيعملوا الضبل أب عشان يطلع اللعيب اللي بيعمل الكروس من ناحية اليمين سواء عبدالإله مذكور أو لو محسن متولي نفسه هو اللي هيعمل الكروس يكون عمل التجميع بلعيب زيادة اللي هو حميد أحداد ويبتري يتعمل الكروس للعيب اللي جاي من ناحية التانية وده لو إحنا جبنا حالة الهدف اللي سجلوا الرجاء في مباراة القاهرة هنلاقي إنه حصل للاختراق من ناحية اليمين الكروس عمل لتحت ليه محمد زريدة اللي هو في الأساس راجل بيلعب جناح ناحية الشمال هنلاقي التجميع بص كام لاعب أربع لعيبة بيلعبوا ناحية اليمين بيفتح الملعب تماما بمحسن متولي ناحية اليمين ومعايا عبدالإله مذكور واحد من الاتنين بينزلوا يا إما إنجومة يا إما المهاجم الوحيد اللي عندهم حميد أحداد يجمع اللعب ناحية اليمين لو نجيب السرعة اللي بعدها هنلاقي التجميع ده هل ده تاكتك هما واخدينه ولا ده نتيجة يعني زي ما بيقولوا مواقف لعب يعني ده تاكتك ونظام وستراتيجيهما وتبنيينها كفريق وبتدربين عليها ولا بتيجي وعليدية الموقف بص عقب تراسم أي فرقة بتتكرر نفس اللعبة باختلاف المنافس مرة واثنين وثلاثة ده من سميه نمط أو باترن طالما في نمط أو باترن يبقى تقدر تقول إن ده تاكتك هما بيشتغلوا عليه سواء مع مارك فيلموتس المدرب بلجيكي اللي كان معاهم بوشعب لنبارك اللي جيه فترة مؤقتة لمدة مبارتين أو دلوقتي مع رشيد التوصي التلاتة بيشتغلوا بنفس الطريقة لأن اللعيبة حفظت الطريقة دي في كل واحد بيجي يشتغل على ما انتهى إليه اللي قابله فهما بيشتغلوا ده هنا الاسبيس اتحط الراجل رأي عمل الكروس كرة الأخيرة الراجل بيستلم محمد زريدة الراجل اللي هو جناح شمال اللي كان بيلعب جناح شمال طوله المباراة لو جينا بصنا على هيئة ماب بتاعته هنلاقي كلها موجودة ناحية الشمال الراجل داخل جمع بعد التجميل ناحية اليمين بيعمل الترحيل انسايد جوه عشان يبقى مهاجم مكان أحميد أحداد اللي كان بيسحب الفرقة ناحية اليمين علشان يقدر يخش هو يحط الكرة بالشكل ده لو رحنا أنا عايز بس قبل ما روح الصورة دي أنا بشوف من وجهة نظري أنه أليود ينجي كسل في أنه يغطي أو يرجع للمساحة دي ويقف على نقطة الجزاء أو أنه يدخل مع زريدة فأنا أتمنى أن ناخد بالنا من النقطة الزاية دي لأن الهدف ده تقرر في فيوتشر وطالما فيه قوة عند فريق الرجاء لازم احنا نواجه القوة دي بأننا ناخد بالنا من أخطاءنا بشكل كوي تفضل أيها محمد متفى معاك جدا في دي لكن يمكن هو أليو هنا التزم بالسبيس هو بيشتغل أكتر على المساحة أنه يتواجد هنا عشان الكرة لو ردت لكن معاك جدا كان ممكن ياخد ياردتين ثلاثة لقدام يقطع الكرة قبل ما تروح مش أنه يمسك محمد زريدة أنه يقطع يكمل يقطع الكرة قبل ما تروح لكن سرعة اللعبة يمكن إحنا هنا جابنا بالبطيئة عشان رايتس لكن سرعة الكرة هي اللي خلك ديانج يثبت في مكانه في الاسبيس عشان لو كرة ردت ما ممكن نقولي ده تمركز غلط أنه فيه اتنين مدافعين وقفين جنبه بعض هو الترحيل هما ليه يشتغلوا راحة البنين بشتغلوا البنين عشان يسحبوا الفريق أن الملعب يميل شوية ناحية البنين فطبيعي الرجل الزهير الأيمن بتاعك بينزل ويتحول بيتحول من الوحد بيبطري يعمل عملية الترحيل عشان يقفل الاسبيس على ناحية البنين ما هي الغلطة هي الغلطة أنه انت ضميت قوي فأنت الرجل الباكرايت قفل مع الستر باك والستر باك التاني بتاعنا كان رايح يقف ناحية الشمال بتاعتنا لمن بتاعت الرجاء هي دي المشكلة الكبيرة اللي دايما بيسببها الرجاء للمنافس بتاعه أيا كان مين دي النقطة المهمة جدا اللي عملوها لست بلاي ولما نروح لشريف كده نتكلم على بهدف مباراة السوبر اللي هو هيرد على النقطة بتاعت كابتن هيسم اللي هي النمط أو الباترن هل هم بيشتغلوا كده ولا دي كانت كرة وليدة موقف حصل أنا عايزة لك أن فريق الرجاء يعني وده للأسف يعني من نقاط القوة فيه إن في دور المجموعات تسجل أهداف في كل المباريات باستثناء مباريات حرية هناك للدغلابها بقى 2 صف لكن مدونة ذات بيسجل أهداف في كل المباريات يفسر ده بإيه لأ ما هو ده عنده إنه هو استغلال أنصاف الفرص ودي نقطة صعبة جدا ويمكن لما عرضناه في الحالة قولنا إنه لو تزديتين فقط لغير وانترجط في برات الناد الآلي فقدر يسجل أهداف فأهم عندهم قدرة على الإنهاء بشكل جيد وده السبع أهداف أو الأهداف اللي جات في دور المجموعات كانت جاية من الجابهة اليومنا إذن ده موضوع متكرر بشكل أو بآخر وعلينا أننا نجد حلول له ونقطة الثانية معلش أحمد قبل ما أتروح لشريف النقطة الثانية حاكنا متكلمة اللي قلنا هم بيسجلوا بطريقتين يأما النقطة اللي انت مشكورنا قلتها اللي هي اللي حاكنا مش رحة من شوية بتاعة اللعبة من الناحية اليمين أو تجميع اللعبة ناحية اليمين والبنتريشن اللي بيساعد فيه حميد أحداد ناحية اليمين أو الدربات الثانية 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 بالمناسبة عشان الناس دايما اللي باب فيه نقطة كده هم عندهم نقطة كويسة ونقول لهم نقطة تانية أقصادها يعني أم يزلعب عندهم سواء في الست بيس لما بيتعمل على القريبة أو الأورلود يعني أن أنا بجمع عدد كبير من اللعبة جول 18 بعد كده يبتروا يتحركوا بعد ما الكرة بتتعمل سواء على وان باس أو اتنين أم يزلعب فيهم هو مرونة دهودي اللي يغيب إن شاء الله على المبرة عشان طويل كمان خلينا أقول خلينا أورك برضو أن النهيري وعودة النهيري يعني صعبة جدا لأن النهيري برضو كان مع منتخب المغرب اللي هو لعب البطلة العربية وقدر يسجم دربات سبتة هم مميزين في الدربات السبتة لما تكون لصالحهم لكن عندهم مشكلة في الدربات السبتة في الحالة الدفعية وبنقدر نستغل ده خلينا نروح لفكرة لسه مع قوة فريق الرجاء من الجابة اليمين وتحليل هدف السوبر وإضافاتك برضو أشريف أنا يعني لو حللنا بقى فرقة الرجاء إجمالا في الحالة الهجومية أنا أشوف أن هم ممكن يكون المعدل التهديفي بتاعهم قليل ولكن في نفس الوقت معدل صناعة الفرص قليل يمكن إحنا بنتكلم على عدد الأهداف كرقم لكن لما نيجي نبص للأهداف دي في هدفين منهم يعني أو في أهداف من الأهداف اللي تسجلت في دور الأبطال كانت غريبة جدا يعني الطبيعي إنها ما تتسجلش وأهداف كانت في الدقائق كلها اللي في آخر ربع ساعة فبالنسبة لي إحنا لما نيجي نحلل الفرقة عموما وإحنا بنتكلم على الحالات الهجومية أو بنتكلم على إزاي الفرقة دي بتخلق الحالة الهجومية أنا وجهة نظري إن فرقة الرجاء مش من الفرقة اللي بتعرف تعمل سيت بلاي شاطر يعني أين كان الموديول الفني كان فيلموتس أو حتى كان رشيد التوصي في الوقت الحالي الاتنين بالنسبة لي ما بيقدرواش يعملوا سيت بلاي يعني أنت المطال تفرج على فرقة الرجاء فرقة مش بتعمل حاجة معينة عشان توصل لكن هي دايما ده أنا أسف أن أطعق هنا ده بسبب موديلي الفني ولا ده بيدينا انديكيشن عن جودة اللعبين والسكواد اللي موجود فرقة الرجاء جودة اللعبين لأن فرقة الرجاء ما عندهش أجنح وده يعني حاجة من الحاجات اللي أنا الحقيقة يعني فرقة الرجاء حتى بن حليب يعني جلاب معنا ماشي السوبر وماشي خلاص هو مش موجود اللعيبة اللي موجودة دلوقتي حتى بنز ريدا الجزء اللي بيقوم بناحية الشمال بنز ريدا أصلا لعيب مركز ثمانية وكان بيقدي أدوار كلاعيب مركز ست يعني هو أساسا مش جناح اللعيبة اللي موجودة كلها يعني كبانجو اللي هو اللعيب المحترف ده ما بيلعبش يا حبيد أحداد كان جناح تحاول لعيب مهاجم عشان ضعف المحترف اللي موجود فالفرقة يجمالا ما فيهاش طب الجزء الثاني هالفرقة فيها بلاي ميكر احنا نستطيع نتكلم على أي فرقة في الفرقة اللي موجودة دايما بتلاقي اللعيب البلاي ميكر كان عندهم عبدالله الحفيزي وأيضا رحل اه عبدالله الحفيزي ومشي فخلاص احنا بنتكلم على الفرقة عموما كودة اللعبين اللي موجودة ما تقدرش تخلق منها ست بلاي او ما تقدرش تخلق منها مجموعة لعب ان انت تقول ان انا هلعب على الست بلاي ده وهخلق منه فرص بأس النادي الأهل لرحين التمرين. وده برضو بيعني التركيز. ويمكن دهت نفس توقيت المباراة تقريباً هيبقى بكرة. ساعة موشف. وطبعاً شايفين كل سادة عبد الحفيز. وكل مجموعة الفريقة. سواء جهاز فني أو لعبين. بتحركوا زي ما حضركم مشايفين. دي لقطات حصري مش هتشفوها غير على شاشة قناة النادي. أهل لا يسيب عطاعتك شيء. بس كان لازم نوضح للسادة المشاهدين اللقطات دي منين. فإحنا الست بلاي بتاع فريقة الرجاء ممكن يكون مش قوي. ولكن هي الفكرة في إنه دايماً اللعيبة دي عندها السرعة في القرار. زي ما إحنا شوفنا سرعة اتخاذ القرار في كل موقف. ده بالنسبة لهم مهم. أنا بالنسبة لي النقطة المهمة جداً هي عبدالإله مذكور. الحاجة الوحيدة. الباك رايت. الحاجة الوحيدة اللي منورة فريقة الرجاء هو اللاعب ده. حتى محسن متولي عنده فترات بيبقى فيها أبس. وعنده فترات بيبقى فيها داونس. وفيه غضب كبير جداً من الجمهير حتى مؤخراً على الأداء اللي بيقديه. فأنا بالنسبة لي هي الفكرة كلها إن أنت بتلاعب فريق عنده إمكانية. وده الحقيقة إحنا اللي نحتاجين نراجع فيه أخطاءنا كمان. إن إحنا تسجل فينا الهدفين تقريباً شبه بعض. فإحنا محتاجين نراجع الأخطاء اللي موجودة عندنا. لأن إنت لو قفلت المفاتيح اللي موجودة عند فرقة الرجاء. حقيقة إنت هتفرج على فرقة الرجاء هي فرقة ما عندهاش ركوة الهجمية لأنت متخيلة. عندك معلومة متوسط الأعمار كبا شريف يعني. متوسط الأعمار تقريباً يعني هم. يعني المتوسط عموماً أنا مش عارف الرقم بالزبط. نجوم الفريق يعني بيلعبه في مرحلة 30 فيما فوق. يعني عبد الإله عبد الإله مطمور. طبعاً الزنيتي بالنسبة لي مش نجم. بس هو كان نجم في المباراة الأخيرة. الزنيتي لعيب تقريباً 34 سنة. محسن متولي تقريباً 36 سنة. هيتم 37 سنة. يعني ممكن يكون أوفر إيج شوي. النجوم بتاع الفريق أو الفريق اللي مش حقق. عبد الله ما تكون 31 سنة. 31 كمانا. لا مش لعيب مش صغير. 29 أو 31. هيتم 31. فعبد الله ما تكون برضو حتى لعيب كبير. النهيري اللي لسه لاجع. برضو لعيب كبير. ممكن تبقى دي قوة. يعني نقطة قوة ولا ضعف لعيبة بخبرات. ولا هل مع الحماس الجماهيري الشديد. لأن انت لو ما بيكون فيه حماس جماهيري. اللعيبة بتبزل مجهود أكتر. ممكن ما تدلكش. انرجي لآخر المباراة. يعني برضو أنا عايز نقف شوية. نحن كنادي أهلي. عندنا دايماً اعتقاد ودايماً إيمان. في فكرة إن الجماهير مهمة جداً. ودعم الجمهور مهم جداً. وبيساعد في بطولات. بحقيقة إن فعلاً جمهور النادي الأهلي أسرت في بطولات. ففرقة الرجاء. ما كسبتش أفريقيا من سنة 99. فلو كان جمهور الرجاء. شرس وقوي جداً للدرجات. ويقدر يحسن بطولات. فكان حسن بطولات في سنين. لو نروح في أوروبا. هتلاقي في أوروبا فرق زي تركيا. عندها أقوى جمهور موجود. فرق زي شرق أوروبا عموماً. فرق قوي جداً في الحالة. في وضع الجمهور بتاعهم. كابتن محمود الخطيب. وهو في الريسيبشن بتاع الأوتير. وكمان الأمن كان بيمشي أحد المشجعين العزيدي. لكابتن محمود الخطيب. ولكن كابتن محمود طلب إنه يجي ويستلم منه الورد. طبعاً ده مش غريب على كابتن محمود الخطيب. بالتواضع. والإحساس طبعاً بجمهير النادي الأهلي في كل مكان. بس ده لو ده جمهير النادي الأهلي. اندل فبيدل على الترحاب. ده جمهير مغربية كابتن عيسم. وده يعني ده اللي احنا بنؤكد عليه. المواجهة يعني بين أشقاء. ده مهم جداً. وده رد واضح وصريح. على البعض من اللي بيحاول يقول إن شعبية النادي الأهلي في الدول العربية بتنخفض. شعبية النادي الأهلي يوم عن يوم بتزيد. النادي الأكثر جمهيرية في الشرق الأوسط. النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا. محاولة اللعب بمصطلحات. ومحاولة يعني تضليل الناس عن الحقيقة. أعتقد يعني هتبوق دايماً بالفشل مع النادي الأهلي. وده اللقطات اللي احنا شفناها. واستقبال جمهيري مهم جداً. برضو نحب نقف عليها. كابتن محمود الخطيب أصر إنه ما استلمش هو بوكيل وردي بنفسه. استدعى أحد المسؤولين أحمد أبو عبد. دكتور أحمد أبو عبد. بحيث إنه هو يستلم هو. لأنه يعني حب إنه المشاعر دي تتنقل للفريق. مش ليه هو كرئيس النادي. وده مش غريب على كابتن محمود الخطيب. اللي فتاة الزغيرة دي بتبقى حتى شوفنا كابتن محمود الخطيب. وهو يعني بيوصل بوكيل وردي. وخلى المشجع المغريبي إنه هو يوصل يعني إحساسه ومشاعره تجاه النادي الأهلي لأحد أفراد الجهاز. وده الحقيقة لم عدت شعلينا بس بأننا قلنا نستعرضها نشكر طبعا عليها. طبعا الجماهير المغربية ودور النادي الأهلي في الوطن العربي وشعبيت النادي الأهلي في الوطن العربي بالتأكيد يعني كأنك لو حبيت تخفي شعبية النادي الأهلي كأنك بتخفي عين الشمس النادي الأهلي هو ركسر جماهيرية في الوطن العربي والى أكثر جماهيرية أيضا في أفريقيا. أتمنى لقاء التوفيق جدا بإذن الله وتكون مباراة بين على شقاء. لكن نرجع للتحليل الفني ونقاط القوة عند فريق الرجاء. كنا بنتكلم معك يا شريف على فكرة فريق الرجاء. وأن هما الجودة بتاعت اللاعبين ما بتديش أريحية لأي مدير فني. أنه هو يدي قوة على أرض الواقع. ومش ملاحظ غير الجابهة اليومنا اللي اتقررت في أكتر من المباراة. وسجلوا منها أكتر من هدف في بطولة وعايزين نرجع للحالات كمان اللي موجودة معنا من الدوري. عشان برضو زي ما احنا قلنا. ان احنا عايزين نوضح. حالات هجومية. حالات هجومية. في حالات هجومية شباب. اه موجودة. فنوضح للناس انه برضو احنا لما هنتكلم. حتى ممكن يكون الجولين استثناء. يعني ممكن يكون مباراة السوبر اللي حصل فيها نفس الجول تقريبا اللي تسجل في مباراة الكاهرة. ممكن ده يبقى استثناء. حصل في مباراتين. لكن هل ده الاستثناء ولا هل فعلا فرقة الرجاء عندها الكيدة او عندها المفتاح بتاع اللعب ده. هل مع باترن ولا؟ بالضب. في باترن ان في الكصة دي في الجزء ده. هل فعلا هم بيقدروا يخلاقوا المساحة دي. وبيلعبوا فيها باستمرار. فحنا عندنا حالات هنربط الجول بتاع الكاهرة. بالجول بتاع مباراة السوبر. ونربطهم كمان بحالات موجودة من مباراة الدوري. وكمان تسجل منها اهداف. وكمان في حالات من دور المجموعات في دور ابطال افريقيا الاخير. اللي برضو تسجل منه حالات بنفس الشكل وبنفس الطريقة. فنبقى عارفين ان ده مفتاح لعب مهم جدا عند فرقة الرجاء. ولازم نشتغل عليه بشكل مهم جدا. عشان انت حقيقي لو وقفت عبدالله مذكور عند فرقة الرجاء. انت تقريبا بتوقف ستين او سبعين في المية من قوة فرقة الرجاء. وهي دي بالنسبة لي هتبقى النقلة في المباراة. ان انت مش بس ازاي تعرفت هاجم فرقة الرجاء. انت كمان لازم تكون عارف ازاي تقدر تدفعها. لان جزء من عملية الدفاع او الترانزيشن الهجومي بتاع النادي الاهلي هو حالة الدفاع. انت بتتحول من مرحلة ان انت ازاي بتدفع لازاي بتعمل تحول هجومي. فانت لو دفعت كويس على فرقة الرجاء. واستغلت المساحات اللي موجودة عند فرقة الرجاء فالتحول الهجومي. انا شايف ده هيساعدنا بشكل كبير جدا في ان احنا ننقل الكفة بتاعة الجماهير من النهاية تبقى مع لعيبة الرجاء. لان تبدأ على فريق الرجاء. ضد فريق الرجاء بالزبط. لان جزء مهم جدا بالنسبة لي انا. نفسي. كراجل لحضارة مواتشات كتير. جزء مهم جدا نفسي عند الجمهور. هو ان انت تنقل الجمهور من مرحلة السخب. ان الحماس عند موجود الجمهور. لان انت تسكت الجمهور. انا قلت تحيده الاول تحيده بانك تستحوز على القرى. وانك تقلبه انه يكون ضغط على الفريق. بانك تسجل الهدف. بما نتكلم عن الجمهور. وبنتكلم عن روح الاشقاء. هو كابتن هيسم كان قال ان كابتن هو الخطيب استدعى دكتور احمد اوعابلة ان هو ياخد بوكيل وردة. الحقيقة دي وراها قصة. كانت على طيارة النادي الاهلي. سيدة مغربية. كانت تعرضت لحالة مرضية. فدكتور احمد اوعابلة اسعفها بشكل سريع جدا. وفضل متابع الحالة طوال فترة الرحلة من القاهرة الى المغرب. وده كان شعور جميل جدا من ابن هذه السيدة. يعني جاء بوكيل ورد. وجاء للنادي الاهلي. وجاء للدكتور احمد اوعابلة يشكره ويقدم له بوكيل ورد. وكانت لقطة مهمة جدا. وروح طيبة بشكل كبير جدا بين الاشقاء. يعني لو خدت بالك كابتن محمود الخطيب بيدور على دكتور احمد اوعابلة. يعني كابتن محمود بيأخذ البوكيل في ايده. بس بيتطلع في الوجوه اللي وقفة. عايز يوصل لدكتور احمد ابو عابلة. هو كده شافه. وبدأ يعني عشان هتلامسه طيبة. والحقيقة حتى يعني النقل الرسمي طبعا للفريق. نزل ده على صفحته. يعني ان هو بيشكر دكتور النادي الاهلي النهاردة. شوفنا على سوشيال ميديا. انه انقص طبعا هدي السيدة من الازمة الصحية على رضا تعالى. مشاعر انسانية طبيعية جدا. يعني دائما وابدا احنا كعرب عندنا هذه المشاعر. والاخوة. والروح دي موجودة. فالدكتور احمد اوعابلة بشوف انه قام بواجب. يعني مهم. وده واجبه. اتجاه اي مريض. ولفتة انسانية جميلة جدا. منه ايضا. اللفتة الانسانية بالزبط. بص سعادة كابتن محمود الخطيب. الحاجات الانسانية دي الحقيقة بيبقى يعني بتبقى لها يعني رد فعل. او بيبقى لها تأثير كبير. على كابتن محمود. شوفت السعادة. سعيد جدا. يعني يمكن. يعني بالنسبة لي. انا يعني. مش قادر اقول غير ان هي حاجة انسانية. الحالات الهجومية لفريق الرجاء. عشان يعني شريف يعلق عليها. يبقى بالنسبة لنا الامور بالصورة كالمعتاد. عشان نبقى يعني شايفين فريق الرجاء من كل اتجاهات. بزبط. نروح نمشي مع الصور بقى يعني ايه. يعني على طول الصور اللي بعدها. هنلاقي دايما هو يعني الصورة بتشرح نفسها. فيه هايلايتس. بتحدد اللعيب اللي مع الكورة. وفيه اندكيتور أو فيه سهم. بيوضح ازاي الفرقة بتتحرك برضو من ناحية اليمين. نروح للصورة اللي بعدها. ونمشي الصور واحدة واحدة. هنلاقي تقريبا ان فرقة الرجاء بتعمل نفس الحاجة. برضو لو ويفنا عند الكورة دي لحظة. هنلاقي برضو نفس الكلام محسن متولي. هو اللي اخد الناحية اليمين. وهو اللي بتحرك عشان يفض المساحة. اللاعب اللي موجود ناحية اليمين محسن متولي. نروح للصور اللي بعدها. حتى لو الشمال يا شريف هم عايزين يروح على اليمين. هم دايما بيقدروا يخلقوا المساحة اللي موجودة ناحية اليمين. كان عن طريق محسن متولي. او كان عن طريق عبدالله مدكور. فهنلاقي برضو عبدالله مدكور خالق نفس المساحة موجودة قدام. وهي دي النقطة المهمة. ان انت وانت ويتدفع فرقة الرجاء. هي دي اللحظة اللي انت هتقدر تهاجمهم فيها. تعمل التحول الهجومي. لان دايما بيسيبوا المساحات دي. نروح. ده عبدالله مدكور رقم 29 اللي مع الكورة. واللاعب يقرر باستمرار. فكرة ان اللاعب المهاجم هو اللي ينزل يحضر. يلعب عبدالله مدكور عند المدافع او اخر مدافع في الفريق المنافس. وده ان عبدالله مدكور عنده السرعة الانفجارية. بيقدر بسرعة يتحرك. يخلق سرعة. فاقل زمن ممكن. اه فاقل زمن ممكن. السرعة الانفجارية عند عبدالله مدكور هي واحدة من المميزاته المهمة جدا. فدي اللي بتخليه دايما لما بيبدأ بتاعه مع المدافع. هو بيوصل لنقطة ابعد من المدافع في وقت اقل. دي حاجة من الحاجات. دولة النقطة المضيئة بشدة يعني يمكن في نادي الرجاء. هي النقطة دي. انه الناحية اليمين يمكن قوية بشكل عند عبدالله مدكور. ويمكن انت فسرتها. قوة الانفجارية بتعمله سبيس كبيرة جدا عن اي مدافع بيقابل. بالزبط. نبدأ بقى نماشي السور واحدة واحدة بشكل اسرع من كده. عشان الحالات تبقى فيها موشن اكتر. هنلاقي برضو نفس الكلام الانديكيتور جاي. بتاع عبدالله مدكور من الناحية الثانية. الكرة دي بالمناسبة اتسجلت هدف. هنلاقي برضو نفس الوبرلاب اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع محشن متولي. فهي تقريبا هو ده. ايه واضحة. جابت محشن متولي وعبدالله مدكور. طيب احنا كده خلينا يعني عايز اقول لكم ان يعني حتى مشجعي فريق الوداد على هاشتاج 11 الراجل في الملعب بيشاركونا وامتابعين. وبيتكلموا عن فكرة ان الناد لقالي فرصه افضل. طبعا عارفين العلاقة بين فريق الرجاء وفريق الوداد. لكن خلينا نروح المغرب ومرسلنا. محمد توفيق بقى ويحطنا في قلب الحدث. ويطمننا على البعثة والكواليس والتدريب او بداية التدريب. اهلا بك محمد. عايزينك بقى تطمننا على الفريق والاستعدادات للمباراة بكرة ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 معدل كل الظروف أنت سجلت أو استقبلت في نقطة أنا برضو متخوف منها غير رقلت الجزاء أنا متخوف من فكرة إضاءة الوقت وشفناها في مباراة السوبر بشكل كبير جدا ومباراة الزهاب اللي كانت هنا في القراءة وتحديدا بعد الطرد تنصح لعبة الناجل قالي في التعامل مع حكم المباراة في حيثة إضاءة الوقت ده إزاي للأسف هو النصيحة يعني مش هتبقى فالد قوي لأن انت بتبقى اللعب مش المهم في الدور اللعب هو دور الحكم والحكام الأفريقية بتغزلنا دايما في القصة دي بس لو أنا هنصح اللعبة بتاعت النادي الأهلي في حاجات بحس ان احنا مش المفروض نعملها يعني مش المفروض لما تبقى الكرة مش بتاعتك تطلع محرس المرمو عشان انت لو طلعت معاه ملمستوش أصلا هو هينزل انت ما تديش اللاعب الفرصة انه يعمل كده 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 هو هيقع زي ما شفنا في الكاهرة يعني الكرة مش ما فيش أي حاجة معاه هو هيقع ويبقى عنده شد ويخرج يجري عادي لأ أنا الحاجات اللي أنا بساعد الفرقة بتاعت الرجاء ان هي تكسب الوقت ده انا مش محتاجة أعمل كده مش محتاج ان انا زي ما انت تكلمت عن محمد عبد المنعم مش محتاج ان انا ادخل في الديسكاشن دي او ادخل في الكلاش ده وانا أخذت حقي لان الحكم الداني حقي ولان فيه فور كمان وشفنا حتى المحادسة اللي حصلت ما بين محمد الشناوي وعبد المنعم انه خلاص ايه ده أنا أخذت حقي فالحاجات دي الحاجات المجانية اللي احنا ممكن نضيف وقت ضدنا ويفيد فرقة الرجاء او كروت او كروت احنا مش محتاجين وقت عده بسرعة والحياة استمتعنا جدا بتحليل سبيل ومحمد دينا انت دفع تفاول ان شاء الله هنكسب بإذن الله انا الآن بتجو انا ممكن اقول حتة التفاول اقول حتة التفاول 2016 لما كسبنا بطولة افريقيا كرة سلة كسبنا معها طيرة ويد ثلاث بطولات ثلاث بطولات فالسنة دي ان شاء الله بإذن الله هنكسب بطولة افريقيا كرة يد وهنكسب بطولة افريقيا كرة كرة انا بشكرك على التفاول ده انا بشكرك انت بصت ديكي طقة اجابية ديكي طقة اجابية للمصر كلها ان شاء الله هنكسب لان احنا يعني جمعنا وقتها ما بين السلة واليد سبع بطولات افريقيا فالتون 17 خسرنا امام الوداد انا مش عايز نقول تفاول دي خلين اه شوفوا التفاول بيجي ازاي خلينا اقول لكم ان احنا التفاول اننا في البطولة العربية قدرنا نفوز على الرجاء في المغرب 2-0 في حضور جمهير كبير جدا الهدف الشهير لكابتن سامير كامونا ورقلة الجزاء كابتن هادي خشبة قدرنا بعد ما كنا متأخرين في 2005 في دور المجموعات الكابتن عماد متعب قدر يسجل هدف في الديئة 93 وده رسالة انك تقدر تلعب لآخر ديئة مش هذكر المباراة اللي تهزمنا فيها اتنين واحد كانينا متفاولين دايما بتحليل النتاج لجباية كنت سعيد معاك النهار دي احمد ونشكر يوخنا بنشكر شريف طبعا انا استمتعت جدا بتحليك النهار دي شريف تشكرك كابتن عيسم وانا كنت مفسود جدا ان انا معاك ومع احمد وسامة وان شاء الله انتقررتين ان شاء الله انت كنت تعمل عظم النهار دي بشرح وانا مفسود والله ان انا موجود معاك موجود معا احمد ومع شريف طبعا ويا رب ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي بإذن الرحمن بكرة بعد شوية من المعدة ان شاء الله رحمن تكون جماهير النادي الاهلي بتحتفل بالتأهو اللي قبل نهاية طورة أفريق بإذن الله وانا سعيد طبعا بيكم وعارفين شهدت فيكم مجروحة لانكم تستحقوا بالفعل التواجد على شاشة قناتنا الاهلي لما تقدموه يعني يا رب يا رب ده يعني اللي نختم به حلقة النهار ده دعواتكم احنا يعني في ليلة 21 يعني بداية الليالي الوترية يعني ربنا يعني يعيد علينا وعليكم الشهر ده بالخير نتمنى جزء من الدعاء يعني يكون التوفيق حليف النادي الاهلي بكرة ويا رب كلنا جماهير النادي الاهلي نكون مبسوطين بكرة وبنحتفل بالصعود للدور قبل النهائي شكرا جزيلا ونشوفكم فيه أوقات قادمة ان شاء الله سلام